أعلنت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن تحديد فترة تقديم طلبات التسيير لرحلات الحج للموسم القادم 1446-2025 والتي ستبدأ من يوم غد الأحد وتستمر حتى الثامن من سبتمبر المقبل ويأتي ذلك ضمن استعدادات اللجنة العليا لتهيئة منصة الحجر الإلكترونية وإدخال بيانات الحملات تمهيدا لإطلاقها رسميا حيث سيتمكن الرغبون بالحج من الاطلاع على الحملات والخدمات التي تقدمها واختيار الحملة التي يرغبون بها بكل سهولة دعت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة أصحاب الحملات لتحديد عدد الحجاج بشكل مبدئي كما دعت اللجنة العليا إلى ضرورة قيام الحملات عند تقديم طلب التسيير بإداعي شيك الضمان المحتسب على الحملة وفقا للألية المعتمدة التي جرى بيانها خلال الاجتماع التعريفي مع أصحاب الحملات ترجمة نانسي قنقر